السلام عليكم و مرحبا بكم معي في الفيديو اليوم جيتكم اليوم بوصفة البوف الجوخ الحار كما رأيكم تشوفوا فلفل مرقد بالزيت يعني كاين مناطق يقولون الفلفل مرقد بالزيت و كاين اللي يسميه البوف الجوخ يعني احنا المنطقة الشاوية نسميه البوف الجوخ كاين كذلك يعني المناطق الصحراوية و بسكرة كذلك يعني معروفين كذلك بهذا الوصفة تعلق الفلفل ولا البوف الجوخ نقولكم حبيبيتي اللي مضكتوش هذا البوف الجوخ معليكم غير يعني راكم راطيتو بزيف هاذ البنة ولا هاذ الوصفة معليكم غير اتبعوا لا فيديو بإذن الله رايحة تعجبكم الوصفة و رايحين تجربوها بإذن الله يعني يجيبوا غير كمية صغيرة تعالف الفلفل سيوها و بإذن الله رايحين توليوا مدمنين عليها نبدو هنا باسم الله و على بركة الله عبصلوا على هذيك الجامع يعني ما تنسوش الجامع ربي يحفظكم هكذا هنا عندي حبيبيتي كمية من الفلفل كنت اغسلته و خليته يعني حتى ننشف نجي هنا نحيولو الزريعة كما كنتوا تشوفوا يعني يتنحيولو هذك الراس و تحكوه بين يديكم وتنفضوه نفضوه نفضوه جرح تهبط كامل الزريعة كما تقدروا يعني تديرو شقة هكذا في الواسط وتنحيو هذيك الزريعة هنا يا حبيبيتي حطيتو في الروبو كما راكم تشوفوا و نبدأ نرحي في الفلفل التاعي كما تقدروا تستخدموا هكذا روبو ولا اشوار ولا رحية مانويل يعني يحبينه يكون قطع صغيرة و تشوفوا هنا يا حبيبيتي تتعودوا هكذا يعني تستخدموا في الروبو تضغطوا ضغطة خفيفة و تنحيو يديكم ضغطة خفيفة و تنحيو يديكم لانو حبينا الفلفل التاعنا يترحى يعني على شكل قطع تكون بزاف بزاف صغيرة يعني ما حبيناش يكون يعني يخرج كامل اضافوا في الماء و تشوفوا يعني نولي لكم الفلفل التاعنا القوامت شوفوا هنيا شكل قطاع تكون بزاف صغيرة هنا يحب يضعوا سيبيون و نضعوا في فقها الكسكاس كما رقمت شوفوا يعني حاجه هكذا تكون متبعدة بين الكسكاس و هذك الحاجه اللي يدرتوا فيها باش من بعد يقتر من هذك الماء انتعوا شوفوا هنيا حبيبيتي الكمية اللي كنت رحيتها حطيتها في الكسكاس نزيد نرحي الكمية اللي بقات لي نضيف الكمية في الكسكاس نضيف الكمية في الكسكاس نضيف الكمية في نصف كسكاس نضيف ملعقة الملح نضيف ملعقة ثم نزيد نخلطه جيدا المرحلة مهمة لنجح البوف الجوخ نضيف ملعقة ملحة نضيف ملحة تضيف ملحة اكسوس والثلاجة او الخارج الثلاجة لا يوجد فصل الشتاء بعد أن تجعل بيته ليلة كاملا نقفل قطر نظيف ملحة الكمية تجعل الفلفل يقراسه اضفت هنا في هذا الكمية حوالي نصف ملعقة ونخلط كلش بالنسبة لكمية الملح كنت يعني درس كمية مليحة يعني ما زدت اضفت في المرحلة هذي واذا كنت اضفت كمية صغيرة اضفوا اضفوا شوي يعني تقدروا تضوقوا وتشوفوا الكمية الملح اللي تقدروا تزيدوها يعني حاضروا انفسكم ما تخليوش يعني البوف الجوخ تعالكم يعني ديروه بزاف مالح هنا يا حبيباتي نديرو له كمية مليحة على الزيت كما كنتوا تشوفوا لانه رايحين نرقدوه بالزيت يعني رايح يترقد في الزيت درنا له كمية مليحة على الزيت نجيب هنا يا حكا بوخ طمونجي ولا بلارا يعني كما تحبوا تكون محكمة الإغلاق نضعوا في هال البوف الجوخ تعالى حبيباتي كنت شاركت معاكم يعني البوف الجوخ كنت درت معاكم الوصفة سابقا ولكن درتها بالفلف الخضر فقط يعني اللي مش متواجد مع الفلف الأحمر نقول لك حبيبتي عادي كملي بنفس الطريقة ولي حبت تشوف الفيديو ترجع فقط في الفيديوهات السابقة الوصفة التعي كانت نالت يعني مشاهدة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني وبزاف لي جربوا الوصفة ودعاولي فقط ارجعوا يعني للفيديو يعني اذا كانت واحدة يعني ما جربتش الوصفة نقول لك حبيبتي ارجعوا تعليقات وراح تشوف يعني يعني بزاف لي جربوا الوصفة ودعاولي يعني اتال مو يجاهم بزاف بنين والوصفة جدو ناجحة بعد ما تكملوا حبيبتي تحطوا البوف الجوخ تعكم هكذا ببلارة تحطوا مدة عشر ايام يعني من سبع ايام حتى العشر ايام يكون اوجد معاكم يعني ومباشرة بعد ما يوجد تضيوه للثلاجة تحتفظوا به يعني في الثلاجة من تحت ما رايح يصرالوا حتى حاجة صدقوني حبيبتي بعد ما يترقد معاكم ما راح يعطيكم وحدة البنة ما شاء الله ترافقوا مع الاكل انتعكم ما شاء الله تقدروا تاكلوا غير هكا معاك سرا سخونة ولا مطلوح هكا سخون صدقوني بنتو ولا ارواح كما تقدروا ديروا في المحاجب يا راح يعطيهم بنا على بنا ديروا كذلك بهم تشكتوكا يعني ترافقوا مع جميع الاكل انتعكم بالاخص العشاق الحار نقولكم جربوه ما ترطيوش الوصفات الله ولي في روحكم خليولي يجام واشتراك في القناة الله ولي في روحكم وسلام